الله هي أنا أعتقد أن كثير من النساء طبعاً الآن في تخصصات مختلفة وبالذات في تخصصات الشريعة أصبح لديهم مثلاً الشهادات العلمية والمكون المعرفي اللي هو يوازي المكون المعرف عند الرجل فكون إنها إذا إحنا ربطنا تجديد الخطاب أو ربطنا الخطاب بالدعوة فتستطيع إن هي من هذا المنطلق تدعو أو تنسق أو تمرر الأفكار بالطريقة المطلوبة عندها العلم الشرعي بس ما عندها المنبر القوي عشان كده هذا اللي بقولك إياه فإحنا لو جينا نقول إنه المنبر أصبح الآن فإحنا في مرحلة تاريخية وفي مرحلة أصبح أكثر من منبر يستطيع إنه هو لكن هو قولي ما عندها الصلاحية الرسمية فإنها تصبح هي ضمن المجامع الفقهية المعترفة صحيح وهذا شيء لنتمنى ونتمح له يا دكتور وأتصور إننا مقدمين عليه إن شاء الله